اهلا بكم مع حلقة جديدة من برنامج ولنا وقفة نناقش اليوم عودة المصريين إلى ميادين التظاهر ما السيناريو الأقرب لحقيقة ما يجري في مصر وهل من داعي من يقف وراء دعوات المقاول محمد علي في إذكاء جذوة التظاهر من جديد موسيقى 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 اشتركوا في القناة هل تقترب مصر من سيناريو ثورة شعبية ثانية؟ أم أن هناك تصدعا في هيكل النظام يوجه تحركات بعض الشخصيات كالمقاول محمد علي وذلك لتهديد السيسي أو حتى لتغييره؟ ألا يعتبر خروج المتظاهرين بالتزامن مع مغادرة السيسي مصر لحضور اجتماعات الأمم المتحدة؟ رسالة لها أبعاد تتعلق بالتخطيط لكل ما يجري؟ أم أن السيسي يثق بأركان نظامه؟ كيف استطاع المتظاهرون الوصول إلى الميادين؟ خصوصا ميدان التحرير أهم رمزا للتظاهر في مصر رغم القبضة الأمنية المشددة؟ وهل من مؤشرات لتعامل السلطات الأمنية المفاجئة مع الاحتجاجات؟ ما هي خيارات السيسي أمام استمرار هذه التطورات؟ وهل التغيير في مصر مرتبط بترتيبات دولية أم محلية؟ سنحاول الإجابة عن هذه الأسئلة مع ضيوفي هنا في الستوديو الناشطة الحقوقية والسياسية غادا نجيب ومن القاهرة الباحث السياسي محمود إبراهيم ومن تاريس الكاتب والباحث السياسي مونير حامد نبدأ النقاش مباشرة بعد التقرير تعود المظاهرات في مصر قاطعة سنوات طويلة من الصمت وصولا إلى الميادين الشرارة كانت من هنا نشطاء وسائل التواصل الاجتماعي منهم مسعد أبو فجر ومحمد علي المقاول المصري الذي برز على الساحة منذ أكثر من أسبوعين وفي جعبته كثير من الأسرار ودع المصريين إلى الثورة فاستجاب كثيرون جمع الساعة سبعة هعمل استخدام وننزل أمتى؟ وفكرة النزول ولو أفكاركم كسر جزء ليس بالقليل حاجز الخوف الذي فرضه الانقلاب قبل ست سنوات مرت عجافا على شريحة عريضة من الشعب المصري فانطلق إلى الشوارع هاتفا المحلة وضميات والإسكندرية وغيرها ناهك عن رمز ثورة الخامس والعشرين من يناير ميدان التحرير كلها كانت مسرحا لمظاهرات غاضبة رغم حملة اعتقالات شنتها السلطات قبل أيام من الموعد المحدد للنزول إلى الشوارع من ميدان طلعت حرب الشهير وسط العاصمة القاهرة خرجت هذه الجموع تسعى إلى الحرية التي تراجع مؤشرها كثيرا في مصر خلال السنوات الماضية وتتحدث بلسان الشعب غير بعيد ميدان التحرير هاتف بكلمة واحدة غاب الهتاف في هذه المظاهرة التي خرجت بدميات شمالية البلاد انطلق المتظاهرون صوب صورة الرئيس عبد الفتاح السيسي المشهد في المحلة والمنصورة كان مشابهة لم تغيب الشرطة عن الصورة فقد تنوعت ردة فعلها بين التدخل والحذر لكن المشهد في دمنهور كان مختلفا فهل بدأت جولة جديدة من ربيع يناير بعد أن ظن الكثيرون أن الأمر قضي في المحروسة وهل سينضي الحراك المصري على صراط ما سبقه وينتهي ويحدث التغيير أم إن أعداد المتظاهرين ما زالت غير كافية للحديث عن الرحيل وإسقاط رأس النظام وأبدأ بالنقاش مع ضيوفي أبدأ معك أستاذ غادة نجيب الناشطة الحقوقية والسياسية كيف يمكن توصيف ما جرى يوم أمس في مصر في عدة محافظات مصرية من حيث التوقيت أعداد الناس الذين نزلوا إلى الميادين وأيضا الشرائح العمرية نسبة المشاركة بين الشرائح العمرية طيب نحن الأول نتكلم على الخلفية بتاعة الحراك ديات زي ما قلت في التقرير إن الخلفية بتاعتها أن في مؤاول وفنان مصري محمد علي طلع كشف جزء من الفساد بتاع هذه النقطة ربما نأتي عليها بشيء من الاستفادة بعد خليل ولكن هذا الحراك الذي حدث يوم أمس كيف يمكن توصيفه الأعداد جغرافيا لانتشار الشرائح العمرية التوقيت وهو أمر ربما يكون في غاية الأهمية توصيفه أنه كان مخالف لكل اللي ممكن حادي كان يتخيله بما فيهم اللي داعي للوقفة نفسها أو لليوم نفسه هو محمد علي خالف كل القواعد خالف كل التخيلات والتصورات لأن محمد علي دعا والكل عارف بكذا أن الناس تنزل لمدة ساعة واحدة تحت بيوتها ترقص وتغني ده كده بالضبط كان بيقولهم احتفلوا يعني بعد المتش عشان هم عايزين اللقطة وهو ده اللي أنا كنت عايز أقول خلفية محمد علي ومن وراء محمد علي بس خلينا نتجاوز النقطة دي ونقول أن الشارع فعلا تجاوزها وملباش الدعوة زي ما هو قال الشارع الناس ما نزلتش تحت بيوتها الناس تحركت ناحية الميادين العامة ووقفت قدام نظام يعني ما سبش جريمة ولا دنيئة ولا معاملة متوحشة ألا ما عملها مع الشعب المصري ومع ذلك قادرين يقفوا لسه ويهتفوا الشعب يريد إسقاط النظام وأظهروا غضبهم الشديد تجاه سور عبد الفتاح السيسي شتايم وجه العبد الفتاح السيسي اتهامات لي بأنه حرامي وفاسد يعني كل دوت أنا أعتقد أن الشعب ومبارح تجاوز من وراء محمد علي تجاوز ثقف التوقعات ثقف التوقعات طبعا هل يبدو هذا الحراك مؤهلا لكي يتطور أكثر في الفترة القادمة؟ أكيد يعني الناس اللي نزلت مبارح واضح جدا أني عندها حالة من الغضب يعني ومشحونة شحنة وكانت مستنية أني حد يدعوها أو حد يطمنها على الأقل وده يعني كان واضح جدا في خطابات محمد علي أني الجيش معاكم أو كان يحاول يبعث هذه الرسائل الناس نزلت طبعا لأنها غضبانة ومحملة بألام وبظلم كثير الناس لها معتقلين كثير حتى في الحالة الاقتصادية والاجتماعية يعني هم عانوا على مدار هذه السنوات مع عبد الفتاح السيسي وظهر غضبهم دوت مبارح كان لما نزلوا ضدوا وهجموا وطلبوا هو لوحده بالرحيل نعم أنتقل إليك ضيفي من القاهرة البحث السياسي محمود إبراهيم تعاطي الأجهزة الأمنية أيضا مع هذا الحراك الذي وقع يوم أمس كيف يمكن توصيفه يمكن قراءته في إطار أنه هو أيضا أنا أقدر أوصفه أن الرئيس أيضا أو الدولة أيضا استجابت إلى دعوة محمد علي هي لم تغلط الميادين كما عايدنا الحقيقة أن هذا الحراك لم يكن لها الإخوان ولا له أو هذه الحركة أو هذه المظاهرات لا للإخوان فيها أي تداخل واضح ولا دعوة واضحة طبعا بيدعموها من الخارج هذا أكيد والمقصود هنا على الأرض هم ليسوا جزءا من هذا لم يدعي أحد دعوة أستاذ محمود لم يدعي أحد تبني هذا الحراك نعم ويبدو أنه لن يدعي أحد ذلك بالضبط فهي دي لقطة أنه النظام في هذه الحالة ارتطى أنه أنها دعوة يعني خلينا نشوف محمد علي ده ورهنا مؤيدين حالك شايف الصورة اللي حضرتك حاطتها دي فيها مؤيدين شباب أغلبهم شباب هم بطبعتهم غضبون نعم نبدو أن هناك مشكلة في التواصل مع الأستاذ محمود إبراهيم أنتقل إليك الكاتب والبحث السياسي الأستاذ مونير حامد في ضوء هذه التطورات كيف تبدو ملامح المرحلة المقبلة تحياتي أستاذ رائد وتحية لضيفاتك في الأستوديو الحقيقة الحراك يظهر بشكل علني أنه بدأت صورة 25 ناير بمجموعة صغيرة جدا من المتظاهرين في مداني التحرير وبعض الأماكن ثم انتشرت إلى ميدين أخرى وميدين داخل المدن الكبرى في مصر كلها الحقيقة دعني فقط آتي بمثل قيلة من سنوات طويلة إذا امطرت السماء حرية وجدت العبيد يحملون مظلات الحقيقة هذا على المشهد المزالوا داعمين للنظام وهم كثور الحقيقة الآن نحن نتحدث عن شيئين الشيء الأول أن الشباب الذي خرج الشباب الذي خرج والشيوخ أيضا الذين خرجوا ليلة أمس الغضب العارم البركان الخامد الذي نشط ليلة أمس ربما عبد الفتاح السيسي بقبضته الأمنية الشديدة والقتل وليس القبض والمحاكمة فقط رغم نعلم أن القضاء المصري قضاء فاسد ومسيز بشكل عالم دعنا لا نخرج سيد مونير عن سياق موضوعنا هذا الحراك بماذا يطالب على وجه التحديد يطالب بالحرية يطالب بمكافحة الفساد يطالب بتحسين الأوضاع الاقتصادية ما هي المطالب التي يبتغيها من وراء رفع شعارات إسقاط النظام ورحيل السيسي هو الشعارات أو الثورة أو المظاهرات التي بدأت منذ أمس أولا بدأ ضد ما يسمى الفساد لجنرالات عبد الفتاح السيسي الذين يلتفون حول عبد الفتاح السيسي ضد فساد عبد الفتاح السيسي وزوجته وأولاده ضد كل ما هو فاسد ضد القمع ضد القمع الحريات قمع السجون ستين ألف سجين سياسي الثورة كانت مكبوتة بشكل ربما الشعب كان مريض ولم يموت وربما لم يموت أبدا الشعوب لا تموت وإنما الأنظمة هي التي تموت ونحن نراهن على الشعوب وليست الأنظمة عبد الفتاح السيسي وزوجته انتصار وأولاده فاسدين الجنرالة التي تحيد بهم فاسدين الشعب خرج لأنه جاع لأنه جواع فتاح السيسي البنك الدولي المصري كان له كان له تقرير ستون ألف ستون مليون مصري أو ستين في المئة من الشعب المصري كان تحت خط الفق وهذا الذي شعرت ربما الأسباب الرئيسية للخروج في هذا الحراك كانت مكافحة الفساد والمطالبة بتحسين الأوضاع الاقتصادية حتى ولو كانت الشعارات المرفوعة هي شعارات إسقاط النظام ورحيل السيسي أريد أن نعود إليك أستاذ محمود إبراهيم ضيفي من القاهرة لأن فكرتك لم تستكمل وكان هناك مشكلة فنية تم تجاوزها الآن تكلمت عن أن النظام أيضا استجاب لدعوات محمد علي هل هذا إقرار ضمني بأن محمد علي كان على حق لا بالعكس هو محاولة لكشف حجم هذا هذه السألة يعني البعض يدعي أن محمد علي حرك المياه الركيدة حرك الجماهير هذه هي الجماهير يعني مئات من الأشخاص في أحسن التقديرات عدة ألاف هذا هو شكل الحراف في الحقيقة أنه أعبر عن ما يمثله محمد علي هل في حالة تحت القبضة الأمنية المشددة أستاذ محمود هل يمكن أن تكون الأعداد أكبر من ذلك يعني عندما نتكلم عن مئات أو ربما آلاف كما تفضلت ويتم اعتقال أكثر من مئة شخص منهم وهيومن رايتس ووتش تطالب السلطات المصرية بإتاحة المجال للتظاهر بشكل سلمي ألا يعتبر هذا ربما إنجازا للشارع المصري يعني حتى لو افترضنا ذلك فكذا حضرتك نقلت القضية من قضية إسقاط الرئيس إلى قضية الحق في التظاهر فإذا كان حضرتك بتعتبر أنهم انتزعوا حقهم في التظاهر فيعني ماشي ربما لا أحد يتظاهر من أجل لا شيء هناك شعارات ترفع وهناك مطالب لا لا حالك سي محتل أنه مش معنى أن حضرتك تظهرت ورفعت شعارات أي أن كانت صحة أو غلط أننا كنظام مطالب أننا أجيب ليها يعني دي مسألة أخرى إنما حضرتك بتتكلم عن الحق في التظاهر أم فحوى ومضمون التظاهر وإلى أين يوم أتكلم عن الاثنين أتكلم عن الاثنين عن الحق في التظاهر وعن المضمون اعتبرهما مستويين من مستويات النقاش يعني إذا حضرتك في المستوى الأول بتعتبر أن انتزع حق التظاهر حصل فإنبقى التظاهر حصل وانتزعوا حقه وتظاهروا هذه واحدة أما مسألة المطالب فمسألة لا نتكلم فيها كثيرة يعني مسألة أنه إسقاط رئيس تغيير مش عارف لا دي كلام آخر ومع العلم أنه مازال وانا محب مش أتقدر هذه النقطة لأنها بتدي انطباعات خطئة ولكن مازال الناس لم يروا تظاهرات مثلا المؤيدين للنظام يعني أنا واحد من المؤيدين وفي ناس كثير في حالة غضب وتريد أن تتظاهر قبل أن اختتم هذه النقطة معك هل تتوقع أن يكون هناك حالة حشد مضاد للحشد أو للتظاهر الذي وقع يوم أمس لا خالص بس التوقع الرئيسي في هذه المسألة أنه إذا حتى سمح بتظاهر أخرى ربما غير مؤكد لكن بالتأكيد لن يكون هناك تظاهرات مرة أخرى يعني هذه بأعاز أو بسماح من الرئيس لن ربما تتكرر مرة أخرى وربما لن تتكرر وفي كل الحال لن تستمر هذه المظاهرات تحتاجش نعم أستاذة غادة أنقل إليك هذه النقطة هل الأيام القادمة ستشهد ربما المزيد من التظاهر بصرف النظر عن الكام نحن نتحدث الآن عن الكيف فقط والله أنا مستغربة أستاذ محمود أصلا يعني أنه بيقول أن الرئيس هو اللي سمح بحاجة زي كده هو الرئيس اللي هو بيتكلم عليه أنه هو سمح لمحمد علي أنا مش فهم مين أصلا محمد علي اللي يخلي واحد زي متكبر ومتجبر زي عبد الفتاح السيسي أنه يجيب ليه في الوقت اللي السنة اللي فاتت طلاب سنوية عامة عيال عندها 15 16 سنة أعتقد الناس كلها والعالم كله شافهم هما بيتقبض عليهم لمجرد أن هما نزلوا عشان معترضين على نظام الامتحانات معترضين على صعوبة أو التابلت أو كده حاجة بسيطة جدا أطفال أقل من سن 18 سنة اتقبض عليهم مجرد أن هما نزلوا يتظهروا دعيني إذن قبل يعني بعد إذنك ما عليش عشان أكمل بس باختصار شديد إن اللي كان بيقول أن الثورة لسه موجودة في نفوس الناس ده ما كانش بيقول كلام من فراغ لا يعني فعلا الثورة فكرة والأفكار دي مستحيل حد يقتلها يعني ما ينفعش قدام الفكرة دي توقف دبابة أو رصاصة ممكن تخوفها ممكن تخليها طيب إنما مش هتموت أنا أريد أنا أريد أنا أريد أن أنتقل إلى لو تسمح لي أستاذ غادة أنا أريد أن نعود إلى محمد علي هل يصنف كظاهرة فردية له تأثير بسوي قوة حضوره وغزارة المعلومات التي لديه أم هو يعبر عن أو هو تجلي من تجليات صراع ربما بين أجنحة الحكم لا طبعا محمد علي يعني ممكن تقول أن في صراع أجهزة أو أجنحة داخل المؤسسة العسكرية أو المخابرات العامة يعني أنت مش هنقدر نحدد بالضبط إيه هو الجناح اللي بيقف وراء محمد علي ولكن أعتقد أنه جناح يملك من قوة المعلومات وهو ده اللي خوف عبد الفتاح السيسي وخلاه يطلع في مؤتمر يرد على محمد علي بس هو محمد علي الناس استجابت لي مش بس عشان خاطر المعلومات أو عشان خاطر فيه جهاز أو فيه حالة من الصراع على السلطة في المؤسسة العسكرية إنما كمان هو تم اختياره بعناية يعني هو أسلوبه قريب جدا من الشعب المصري هو بيكلم ما بيكلمش كلام نخبوي ما بيوجهش كلامه للنخبة هو بيوجه كلامه للست البسيطة اللاعدة في البيت والراجل اللاعد على القهوة أبسط الناس وقال لهم تعليما وثقافة هيفهم كلام ويرفع عليهم الأسعار ومخلي حياتهم يعني ويرفعهم لو حد عنده عربية بيشيله من على التموين يعني يعني مخلي حياة الناس جحيم في الوقت ده انتصار بتبني استراحة بتبني استراحة هدت استراحة وبانتها من أول وجديد بـ 250 مليون هذا يؤكد يا أستاذ غاد هذا يؤكد إذن أن المطالب التي خرج من أجلها الناس يوم أمس هي ربما أقرب إلى المطالبة بالإصلاح الاقتصادي ومحاربة الفساد أكثر منها مطالب ذات طابع سياسي لا يعني انت ما تقدرش هي كلها مرتبطة ببعضها يعني هي في النهاية الناس لما بتطالب بالعدل العدل هو العدل في الحياة الاجتماعية في حياة كريمة في معاملة أدمية الناس بتتهان في إسام البوليس الناس لها معتقلين كتير يعني فيه ناس من اللي نزلوا وأنا أعرف ناس نزلت مبارح من اللي لها معتقلين نفسها أولادها يطلعوا نعم فيه ناس لها شهدة لا يعني الدنيا الدائرة يعني أنت تقدر تقول سبحة وملضمة في بعض يعني نعم أستاذ محمود هل يمكن القول بأن النظام على قلب رجل واحد في مواجهة دعوات محمد علي والاستجابة التي حدثت يوم أمس يعني أنا بس عايز أبرز التناقض في كلام أرجوك باختصار لأن الوقت لا يسعفنا الرئيس لما بقول أنه الدولة سمحت بهذه التظاهرات فأقلت لي ومين محمد علي عشان الدولة تتمح له وهو أي تأثيره وبعد رجل اقترفت بتأثيره اللي هو بيخاطب ناس وكذا 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 ففي الحقيقة فيه تناقض هنا في الخطاب وفي التحليل المسألة الأخرى أنه يبدو أننا عدنا إلى حالة الجمود للتواصل مع أستاذ محمود أعود إليك أستاذ مونير حامد ما هي الوسائل التي ربما يلجأ إليها النظام لاحتواء هذه الحراكة الحراكة الهبة الشعبية إذا صح التعبير القمع ربما القمع المتعارف عليه من النظام نفسه القمع الذي جاء بعد 30 يونيو قمع بشدة أمس في محافظة البحيرة يعني كان الضربة بالرصاص الحي أمس في ميدان عبد المنعم رياض كان ولكن الكثير من الناشطين وصفوا القبضة الأمنية يوم أمس بأنها كانت لينة نسبيا على الأقل نعم ورأيت بعض ضباط الشرطة أيضا يعني يمنعون العساكر من الاشتباك مع المتظاهرين في ميدان عبد المنعم رياض قبل السيارات المصفحة أن تصل إلى الميدان ولكن أنا هنا لا أتكلم فقط عن ماذا ربما الأيام القليلة الماضية سوف يظهر وجه النظام الحقيقي سوف يظهر ليس وجه النظام ربما النظام فقد مصداقية ربما هناك إشارات على أن النظام تقريبا فضح الجنرالات الكبار الفاسدين حوله ربما النظام نفسه بعد القادص الصغيرين جدا في الرتب ربما الآن يمتعدون مما قال عبد الفتاح السيسي وتحدث عنه ربما عبد الفتاح السيسي أوصل الجيش المصري إلى أنه يبيع كما رأينا الكثير يعني لا أريد أن أدخل في هذا العنوان وربما عفتاح السيسي باختصار ما هو الذي قد يتغير على الخارطة الإقليمية في حال وقع تغيير في النظام وابي اختصار شديد لو سمحت لا تغيير كبير ربما التغيير في سوريا ربما التغيير في السعودية أيضا الداعمة لنظام عفتاح السيسي ربما التغيير في الإمارات الداعمة لنظام عفتاح السيسي التغيير أيضا في ليبيا. وانتهى ما يسمى بحفطر. بالطائرات المصرية التي تساعد في قتل الليبيين كثير جدا. سوف تتغير الخارطة العربية كاملة وخريطة المنطقة. ربما أستاذ مونير أعتذر منك. الوقت انتهى. أريد أن أعود إلى ضيفي من قاهرة. التمدد الإيراني سوف أيضا يتأثر. لسوء الحظ ينقطع أو يجمد الاتصال سكايب معك. ولكن أريد نعم أريد منك جوابا باختصار شديد. لو سمحت. هل النظام على قلب رجل واحد في مواجهة دعوات محمد علي والحراك الذي وقع من هناك صراع أجنحة وبأقل المفردات. لو سمحت. بلا أدنى شك أنه على قلب رجل واحد. وهذا النظام أقوى كثيرا من نظام مبارك. ومما يتخيل كل خصومه أقوى بكثير جدا عن واقع وعن تجربة وعن معلومات. ليس عن افتراضات. هل سيكون هناك معالجة أمنية لهذا الحراك أم سيترك لكي يأخذ وضعه الطبيعي؟ لا. سيكون هناك معالجة أمنية في مرحلة ما. سيكون المرحلة قادمة مباشرة. أشكرك. أشكرك شكرا جزيلا من القاهرة البحث السياسي محمود إبراهيم. ومن باريس الكاتب والبحث السياسي مونير حامد. وأشكرك شكرا جزيلا ضيفتي هنا في الستوديو الناشطة الحقوقية والسياسية غادة نجيب. شكرا جزيلا لكم جميعا. مشاهدين الكرام بهذا نصل إلى ختام هذه الحلقة. من ولنا وقفة إلى أن نلتقيكم في حلقة مقبلة. تقبلوا مني ومن فريق العمل. أطيب التحيات. إلى اللقاء.